لا لا سيارات الهايبرد سيارات الهايبرد بالمناسبة هذا كان قرار خاطئ مننا نعم يعني احنا اعترفنا بخطائنا بشهر خمسة واتفقنا تعرف احنا كنا مدين جراءات لصندوق النقد الدولي شو نمسويها وقلنا لهم انه احنا اخطأنا في الضريبة الاضافية على سيارات الهايبرد ونريد ان نعيد الامور على ما كانت عليهم فصار الاتفاق انه في بداية شهر ثمانية يعود لكن احنا روحنا وراها فاكم من يوم طيب هذا تنسل اخطاء الاخرى اللي اخطأتوا فيها لا فيه شوف هو كان فيه اخطاء حقيقة لما انت تيجي تحط ضريبة على او تزيد الضريبة على قطاع معين قطاع ناجح وتشوف انه هذه الضريبة مثل الاتصالات مثلا لا الاتصالات الاتصالات انخفاض ارباحه مش نتيجة الضريبة لانه ما تغيرتش الضريبة عليه كثير هو المنافسة الحادة جدا جدا بناتهم وصلت لدرجة تكسير العظيم نعم